اشتركوا في القناة من يوم الخميس وهو اليوم عشرين ثمانية ولغاية يوم السبت تسعة وعشرين ثمانية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل من اكثر من برج خلال هذا الاسبوع يعني رح يبدأ هو من امس موجود في العذراء ورح يضل لغاية ظهر يوم الجمعة موجود بالعذراء من ظهر يوم الجمعة ولغاية ظهر يوم الاحد القمر بصير في الميزان من ظهر يوم الاحد لغاية عصر يوم الثلاثاء القمر بصير بالعقرب من عصر يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس القمر بكون متواجد في القوس من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي ولغاية ما بعد يوم السبت طبعا بخلال فترة الاسبوع في عنا ثلاث احداث طرورية ومهمة انكوا تسمعوها اول واحدة انه عنا عطارد رح ينتقل لبرج العذراء صباح يوم عشرين ثمانية وهذا من الاشياء اللي رح تحسن من مزاج واوضاع بعض الابراج الترابية والابراج المائية بشكل عام اما بالنسبة للشمس رح تنتقل للعذراء يوم اثنين وعشرين ثمانية مساء وهذا بدل على انه بدأ العام من عند برج العذراء ابتداء من هذا التاريخ ولكن انه الامور بتصير بشكل متصاعد بالفائدة للابراج الترابية وللابراج المائية بوجه عام عشان هيك بنستغل الفرصة ونقول لما وليد برج العذراء كل عام وانتم بألف خير اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي رح تتشكل خلال هذا الاسبوع هي زاوية التربيع رح تكون بين المريخ وزحل رح تكون يوم اربع وعشرين ثمانية مساء وفي هاي الزاوية طبعا هاي من الزواية اللي انا ذكرتها في بداية العام هي في توقعات العامة موجودة بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية يعني فيها عنف فيها مشاكل فيها فضائح الله يستر ايش اللي رح يصير بالفترة القادمة او بخلال هذا الاسبوع طبعا بالنسبة للزاوية هاي هي تأثيرها اللي موجود تقريبا بحدود الاسبوع يعني موجودة ومؤثرة ومشكلة من الاسبوع الماضي لها تأثيرات كانت الزاوية غير متصلة اللي هي التربيع لكن اوجها هو زي ما حكينا له يوم 24 ورح تستمر معنا مدة طويلة يعني رح تستمر مدة تقريبا شهر ورح يتراجع المريخ رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي يعني الاستمرار رح يستمر لغاية شهر 11 تقريبا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات العامة على كل برج بالتفصيل خلينا نحكي عن برج القوس طبعا اول شي رح نحكي عنه رح نحكي عن الشمس وعن عطارد اللي رح يتواجدوا في بيتك العاشر بيت السمعة فهو مكان مش حليف لايلك في بعض المفاجآت بتكون الفترة هاي لها علاقة بالسمعة فعشان هيك حاول بالفترة هاي ما تخالف القوانين ما تدخل بأعمال مشبوهة ما تجازف ما تتسرع الفترة هاي يعني فيها اشياء بتجبرك على انك تعمل او تتصرف تصرفات من خلالها في تشويه للسمعة فبدك تكون حذر من النقاط هاي صحيح انه فيه ايجابيات يعني هاي بتجيب فرص عمل بتجيب لك توظيف بتجيب لك رفعة بتجيب لك مركز بتجيب لك علاقات جديدة ممكن تدخل من ضمن مجموعات وتنجز بعض الاعمال ممكن يجيك تكريم الفترة هاي فيها ايجابيات عالية على مستوى السمعة ولكن برضو حاول انك ما تشوه سمعتك ما تدخل بخلافات او نقاشات حد ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل وحاول ما تتغيب عن عملك وانجز عملك بكل دقة اما بالنسبة الى الزهرة طبعا الزهرة موجودة في البيت الثامن فهاي بتعطيك اهتمامات على مستوى الاموال المشتركة على مستوى البنوك ضريبة تأمين انجاز بعض الامور اللي الها علاقة بالقروض سداد بعض الديون للك وتجد شيء كنت فاقده بالفترة الماضية او طال انك بتدور عليه بس مش لقيه تجده ممكن تنحل مسألة الها علاقة بميراث الها علاقة بقضية قضائية مالية اه ممكن قرض تتسهل الامور وتاخد قرض او حد يمنحك شيء او يعطيك هبة بنوع من انواع المساعدات يعني الاجواء فيها اشياء ايجابية بشكل كبير اما بالنسبة للمريخ فطبعا المريخ موجود في البيت الخامس وبما انه المريخ معناته في غضب في عصبية في حدية في مشاكل في توتر وخصوصا على مستوى تعاملك مع العائل مع الحبيب او احد الابناء او احد الوالدين انتبه من عصبيتك وحديتك من الشك والغيرة والتحكم وفرض السيطرة او فرض الرئي على احد الاحبة اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا منحكي عن الجدي والجدي طبعا معروف انه المشتري زحل بلوتو ثلاثة بيت راجعوا وعملين زاوية تربيع سلبية مع المريخ فعشان هيك بركزهوا على الامور المالية بدكوا تحذروا من مصاريفكم تحذروا من التزاماتكم من المطالبات المالية ما تهمل وضع مالي معين ممكن برضو الفترة هاي شوي يعني يكثروا النصابين او المحتالين حواليك بدك تحذر على اموالك من السرقة او الضياع او القضايا القضائية اللي الها علاقة بوضع مالي اما بالنسبة لنبتن في البيت الرابع فهو بيجيب اوهام او بيجيب افكار على اشياء بتتعلق بالعيلة او بتتعلق بالبيت او بتتعلق بافراد العائلة ايا بتعمروا عليك بنموا عليك ما بيحبوك مشاكل في البيت اعطال اشياء الها علاقة توترات بتيجي بشكل مفاجئ حتى مش مرتاح انت داخل البيت ممكن كوابيس ممكن اشياء الها علاقة بتتخيل اشياء فبتكثر الاوهام بالفترة هاي وكلها بتتركز على البيت وعلى العائلة اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا على اورانوس اورانوس بيجيب اشياء مفاجئة وهو سلبي فعشان هي بدك تحذر من مسألتين مسألة العمل بيجيب لك مشاكل على العمل بشكل مفاجئ خلافات في مكان العمل بشكل مفاجئ اعمال صعبة ما بتقدر تنجزها يعني بيجيب لك توترات على مستوى العمل ممكن تترك عملك بشكل مفاجئ حاول قدر الامكان انك تلتزم بالفترة هاي وتعرف انه اورانوس بيخرب عليك مش بيفيدك اما بالنسبة للوضع الصحي فهو بيجيب مشاكل على المستوى الصحي بيجيب تقلبات صحية بيجيب اشياء الها علاقة بتعب مفاجئ او مرض مفاجئ فبدك تكون حذر اذا شعرت بايشيء غير اعتيادي ما تهمله حاول تراجع طبيبك حاول تستشير الطبيب استشير اهل الاختصاص في المسألة هاي وممكن القلق ما يكون عليك انت الحالك ممكن يكون على احد الاحبة او احد المقربين يعني بدك تكون حذر خلينا نشوف التوقعات الاسبوعية ايش بتحكي من صباح يوم الاربعاء القمر موجود في الحذراء حتى ساعات طهر يوم الجمعة بوسعكم المحافظة على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل اهمش انك ما تجازف بسمعتك او حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل اخر ونظم اعمالك عشان تكون جاهز بالكامل من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الميزان حتى ساعات ظهر يوم الاحد ابتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا في لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم منكم ممكن يطلقى دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بادر لملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك وممكن تجد حليف يدعم تصوراتك ما تستسلم بل كرر المحاولات من ساعات ظهر يوم الاحد القمر بصير في العقرب حتى ساعات عصر يوم الثلاثاء ابتجتازوا بصورة عامة يعني فترة غير مريحة صحيا ونفسيا رغم عدم موجود اي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين وخيبات الامل الحضوذ قليلة اهم اشي انك ما تجازف بانتظارك تأخير وفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة من ساعات عصر يوم الثلاثاء القمر بصير موجود عندكم بالقوس حتى ساعات مساء يوم الخميس ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية الفترة هي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية الامور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر من ساعات مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي بصير في فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي ومنكم ممكن يحصل على هدية او جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة اهم اشي انك ما تتكبر عليها الكواكب يعني تقريبا بتعمل لصالحك في هاي النقطة بالذات وبتسهل حياتك ما تسمح لأحد بانه يغشك وكون حريص على اموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء